ايه زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي عبل ما يجيبه مدرس فرنساوي بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم النهاردة هتدخل الشمس في بورج القوس وممكن نعرف الكلام ده من الضغط على سين اند هاوس تشينجيس اللي هو تغيرات الكواكب في البروج والبيوت وندوس على الشمس اللي هي الصن نختار الشمس ونختار سين اند هاوس تشينجيس هيقولك ان الشمس هتدخل في بورج القوس يوم اتنين وعشرين نوفمبر الساعة خمسة ودقيقتين بالليل وخلاص الشمس هترتاح من بورج العقرب يعني خلاص يا اخي خلاص خلصنا من بورج العقرب لما الشمس دخلت هنا كده في العقرب بورج القتل وبرج الموت عدنا فترة كبيرة جدا الدنيا كلها ضمار وقتل هنا كمان المريخ ما زال في بورج العقرب ومجازر حصلت في فلسطين كانت من انجس الفترات اللي فاتت دي كلها كانت من اوسخ الفترات اللي ربنا خلقها هي الفترة بتاع نوفمبر والفترة بتاع اكتوبر فترة زبالة ازبل فترات الكوكب ازبل فترات اللي الواحد مش فيها العقرب بيظل هو بورج القتل وبرج الموت والمجازر والمدابح والاسلحة والمش عارف ايه المحرمة والخراب والضمار اللي حصل في فلسطين ومتنساش تقول الله يلعن الحمسويين ويلعن العيل بتاع المقاومة ومالمقاومة جابوا لنفسهم الضمار وجابوا لنفسهم الخراب وجابوا للشعب الفلسطين الدمار والخراب وعادة الدمار اللي حصل في فلسطين اكتر من المكاسب اللي كسبوها تضمرت غزة وهتحتاج اعادة اعمار غزة كالعادة كل شوية يعملوا الفيلم بتاعهم دا اعادة اعمار غزة هم عندهم كل سنة يهدوها ويبنوها. ناس ما بتزهقش. هم معجبين بالموضوع ده. فكانت الفترة اللي فاتت هي فترة زبالة. يعني انا ما شفتش فترة ازبل من الفترة اللي فاتت دي في حياتي. كانت اسوأ 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 فترة مرت علي الفترة اللي فاتت دي كلها. فترة سيئة جدا جدا بكل المقاييس وبمعنى المقاييس واخبار الحروب وكشم اخبار الحروب وكشم الصهاينة وكشم الامريكان وكشم اه حسن نصر الشيطان. استحى على ويهك يا ريال يا مينون. ايوة انت مينون. وقالا كلهم مينين. طيب الناس يا ريال. اجينا في نص الكلام وكسكسنا. فيعني كشمهم كلهم يعني. فخربوا دماغنا وفشخوا دماغنا وقرفونا وكفرونا في عشتنا. عبدونا الاصنام. يعني حاجة حاجة غيبة عجبت الشكل. فالحمد لله ان الفترة دي فترة انتهت. وفترة غارت في داهية. كانت فترة زبالة. كانت من ازبل الفترات. يعني كانت من ازبل الفترات. من جد. فترة وجود الكواكب في برج العقرب. كانت من اسوأ 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 الفترات. ان الشمس والمريخ يقترنوا. وان يحصل المجازر دو كلها. وما زال الشمس والمريخ مقترنين. اه بعدين الشمس هتبتدي تجري القدام شوي. وهتقترن مع عطارد. لو انت جيت اه جيت قدامت كده في التواريخ. الشمس هتجري القدام. واكيد عطارد هيتراجع. وهيقترن معها وبعدين هيرجع يقترن مع المريخ. وخلاص ياخي هنفتك من ديك ام البرج بن الشرطوفة ده. خلاص يعني ايش هو كل يوم جازر وكل يوم اه يكسفوا المدنيين إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده الإه картине أنا قلت خلاص أنا قلت خلاص ده طلعت الشمس من برج العزراء الخارة دخلت في برج الميزان سبع اكتوبر قامط قامت الحرب بتاع العيال الحمسويين والعيال بتوع بتوع المقاومة كل سنة ليه هم مصيبة الله اهيل عنهم كل سنة ليه هم مصيبة كل سنة كده ليه هم في المأزرع في ايامهم سودة ايامهم ايامهم ضمار ودلوقت بيعضوا الارض عشان عشان ياخدوا هدنة خمسة ايام اه طالما ان انت مش قدل عدو لا تدخل في حرب اه غير متكافئة عليك اللعنة وتورط الشعوب معاك والجيب لنا اخبار سلبية الله يلعن اخبار الحروب يلعن الحروب يلعن اللي بيحاربوا اسوأ شي اخبار الحروب يحرق كل شم المنطقة اللي احنا فيها في الشرق الاوسط كلها حروب كلها ملاعين والدين كلها ملاعين مجمعة كلها كلها بيحارب بعضية كله بيحارب بعضية لعنة الله عليكم اجمعين الكل يحارب الكل والجميع يحارب الجميع يعني موت تمشي هنا موت العراق موت اه ليبيا بيقتلوا في بعض هنا بيقتلوا في بعض السودان بيقتلوا في بعض اليمن بيقتلوا في بعض الله يلعنكم لعنت عادن وثمو لاعنة الله عليكم اجمعين ايش ده تروح في لبنان مزابح تروح في فلسطين مزابح تروح مش عارف في سوريا مذابع يخرب بيوك منطقة فقر منطقة فقر يمين بالله انكم منطقة فقر المنطقة بتاع الشرق الخرى اللي احنا فيها دي فايه اللي عارف ده ايه الفترة بنت الشرطوفة اللي فاتت دي يعني ايه انا قلت ان الشمس طلعت من العزراء وبعدين الشمس دخلت في الميزان وبعدين دخلت في العقر يا دين امي يعني احنا دلوقتي من يوم سمع اكتوبر لحد اخر يوم في العقرب شهر وهو واكتر طبعا اه يعني خلاص يعني سبع اه 7 ديسمبر الجاي هيكون شهرين هيكون كده شهرين 60 يوم يعني سبع ديسمبر الجاي هيكون شهرين انت بسynenشي كده قدام لحد يوم سبع ديسمبر سبع اتناشر خلاص كده هيكون شهرين اه في في الحرب وبرضو ما زال المريخ ابن الشرطوفة مقترن مع الشمس ابنت الشرطوف برضو ما زال الخرى هو هو يا جماعة احنا عايزين اا اا فترة هدنة ولا فترة زفت سلام ولا فترة خارق على دماغكن الدماغين اللي جابوكم. اآ بيقولوا انه في هدنة اهو. بيقولوا انه فئي الظهرة دخلت في الميزان ها. ها في هدنة خمسة ايام. لا. لو لا عليكم. اهدنة خمسة ايام. مش بش تسوي الخمسة ايام. وبعدين يرجعوا يدكوا في بعض في تاني. طب انت ليش تدخل الحرب بدون دفاع جوي? ايه. ايش تقول? ايش تقول? ايش تقول? فطرة من اسوأ الفطرات. انا ما لا مرة فترات تسوأ من كده. حتى الواحد وعشرين يوم هم حربوا قبل كده يوم حداشر مايو الفين واحد وعشرين. برضو دي كانت فترة كانت فترة مجازر وكانت فترة مدابح. يا عم يسكت لعنة الله عليكم. ما ما لكم ملاقب الحروب يا ملاعين الوالدين. ما لكم ملاقب الحروب. اش دخلكم انتو في الحروب تحاربوه? وش وش ليكم انتو تحاربوا ما لكم ملاقب الحرب? ما عندكم دفاع جوي. كيف تحارب بدون دفاع جوي? يحمي المدنيين ويحمي المستشفيات ويحمي المدارس. الصهاينة بيدخلوا يقصفوا المخيمات ويقصفوا المدارس ويقصفوا المستشفيات ويقصفوا. طالما مش قادر تحمي شعبك لا تحارب يا ملاعون الوالدين. فتلاقي ملاعين الوالدين كل سنة والتانية هم مش على لين الحرب. ملاعين الوالدين كل سنة والتانية هم مش على لين الحرب. ملاعين الابهات والامهات كل سنة والتانية هم مش على لين الحرب. يعني لا ده كمان الكواكب دخلت هتدخل في القوس يعني القوس يعني القوس ده هيأجج صراعات دينية يعني الله يستر يعني احنا خلصنا من الابادة الجماعية والانتقام بتاع العقرب دخلنا في الحروب على اسس دينية القوس هو الدين وبالتالي الناس هتدخل في حروب على اسس دينية تبشي شليليك تدخل في حروب على اسس دينية خلاص هتقلب حروب ثيوقراطية كده ثيوقراطية ثيوقراطية ده يعني دولة ثيوقراطية وبالتالي الدولة القائمة على أسس دينية هتحارب الدولة التانية القائمة على أسس دينية وهتبتدي تحصل يعني تحصل يعني صراع ما بين أتباع المذاهب يعني مثلا مثلا ممكن تلاقي المسيحيين في لبنان بيتخنقوا مع حزب الله الشيعي في لبنان مثلا دول طائفتين دينيتين هم يتخنقوا مع بعض فجأة كده يرفعوا السلعة على بعض الناس الجند في دماغها تلاقي العيال الخوارج بتوع منطقة إدلب العيال بتوع اه شي اسمه ده جبهة النصرة بتاع الولد الجولاني عليه اللعنة والعيال التانيين بتاع جبهة النصرة والعيال الدوائش التانيين دول وش اسمهم وبرضو يتخنقوا معه السوريين وبعدين في المنطقة الخرق اللي احنا عايشين فيها دي المنطقة اللي كلها حروب وكلها قرف دي وبعدين يا جدعاء حاجة تقرف تفتح الاخبار حروب ومجازر وانكزوا غزة وغزة تحت القصف وافتحوا المعابر وانكزوا طيب انت ليه بتروح تضربهم ما حد ما حدش من الجيوش العربية يروح يحارب معك ما حدش من الجيوش العربية خالص اللي اتنين وعشرين دولة هيروح يحارب معك خلاص عرفت وانت لسه بتتأكد من الموضوع يعني انت لسه محتاج تأكيد ان ما حدش من الجيوش العربية الاتنين وعشرين ولا الواحد وعشرين هيخش يحارب معك انت لسه بتفكر في الموضوع يعني انت متعرفوك يعني العيال الحمسويني الأنجهس ما يعرفوك يعني العيال بتوع المقاومة والمقاومة وفصائل المقاومة الصواريخ البومب اللي بضربوها دي هم ما يعرفوك عارفين كل حاجة عارفين كل حاجة عارفين انه ان الرد الصهيوني هيكون شديد ومع ذلك يروح يستفزوا الصهاينة طيب وخشوا معنا مين ما حدش من العرب يدخل معكم في حرب ولا ايران اللي بتديكم السلاح دخلت في حرب ورطوكم في الحرب وسبوكم تندجوا دج الكلاب بس ده الواقع اقعت عليكم السماء يا بعدة بس هزعكتونا كل سنة والتانية حرب عليكم اللعنة هزعكتونا كل سنة والتانية حرب كل سنة والتانية حرب كل سنة والتانية حرب ما تأتب قعد شوية يعني جمع سلاح وجمع دفع جوي وبعدين بروح ياريك لا كل سنة غزة تحت القصف كل سنة في رمضاء غزة تحت القصف كل سنة هم ليهم مصيبة تاخدوا ما تاخد الجابوه غزة تحت القصف غزة كل سنة كل سنة لعد الله عليكم كل سنة ليكم مصيبة وليكم بالوة عمل لي نفسك ذكر وعنطر انت وهو لنتو عنطر ولانتو شف المدنيين ما انتو قادرين تحموه خلاص اش لازمتها العمتريات بتاعتكم وهنعمل وهنسوي وهنفعله خلاص اسكوا بس قلت لك جيب لي نفسك الكلام بس لك جيب لي نفسك الكلام ايه اللي تأدب وسفالة ايه اللي تأدب وسفالة اخيرا طلعت الشمس من برج العقرب ابن الحرام ده برج ابن حرام برج كافر ايش هالمجازر اللي حصلت في الفترة دي مجازر مجازر عوز بالله مجازر ومدابح ونسبة موت وحروب مستمرة ولأ والصهاينة ما يلعبوا يعني الصهاينة ما يلعبوا تلسه كمان لما المريخ يدخل في القوس بالنسبة لاسرائيل هيبقى مشكلة كبيرة كمان يعني هيزدادوا ملعنة فوق الملعنة هم ما يحتاجوا ما يتوصوا لدى الحرام ده هم كده كده شغالين دبح وتقطيع عادي مجزرة يموت لك الف يموت لك خمسمية كده على طوق يقصف مثلا مستشفى فيها ثلاث تلاف يضرب المستشفى يموت الثلاث تلاف عاد يعني هو بالنسبة له العدد في اللمون يعني يعني هم هو الدم بقى رخيص عند العل بتوع المقاومة وعند الصهاينة والشعب يا حول الله هو اللي ما تبوح في النص ولي بيقصف في النص اه طبعا مش قادرين تحموا المدنيين لا تدخل حرب لا تورط نفسك في حرب وانت مش قادر تحمل المدنيين اللي فيها تدخل في حرب غير متكافأ وانت عارف ان هي حرب غير متكافأ بدون دفاع جوي حرب غير متكافأ بدون دفاع جوي كيف تدخل حرب غير متكافأ بدون دفاع جوي يسألهم ابسط سؤال ما فيتش هو الشيخ يحسن وار عايز ينتقم وخلاص الشيخ يحسن وار اخد له قرشين من الشيخ بوتين ولا حاجة فقال لك يلا انشعل لها وخلاص وخلاص يلا بقى نعمل حرب وخلاص طيب عدد القتلى عند الفلسطينيين عشر اضعام عدد القتلى عند القصائيين بعدين يقول لك احنا انتصرنا غزة انتصر يا عمي كيف تنتصر الضمار في المنشئات النادي انا هرب اول مرة نشوف في عنده الحروب المعروفة كلها في التاريخ اللي بينتصر هو اللي بيستطيع انとうقة عدد افراد اكتر المفروض اللي بينتصر هو اللي يقتل عدد افراد اكتر مشي أو أنه يستطيع أنه هو يزيل الاحتلال كاملة من أرض فلسطين أو أنه يحرر مناطق هو ولا حرر مناطق ولا قاتل عدد أفراد أكتر ولا حافظ على المدنيين ولا حافظ على المنشآت من القصف ولا عمل حاجة أنا ما عرفش كيف تنتصر يعني غزة تنتصر طب كيف تنتصر بس كيف تنتصر وإنت عدد الناس اللي ماتوا عندك أكتر من اللي ماتوا عند الصعينة كيف تنتصر أنا ما عرفش انا اول مرة اشوف الناس بتنتصر هما بيموتوا اللي بيموت عندهم اكتر من اللي بيموت عند الطرف التاني انا معرفش وش هالانتصار انتصار عند الشعوب العربية العاطفية انتصار بدون يعني مش عارف كيف تنتصر انا مش عارف يعني انا نفسي ذات نفسي مش عارف يعني ايه تنتصر دي كيف تنتصر وانت مقدرتش تحمل مدنيين وناس كتير عندك بتموت عشر اضعاف اللي ماتوا عندهم هم مات لهم الف هم مات من عندهم الف انت مات من عندك 10-3000 هم مات من عندهم 2000 انت يموت من عندك 15-20-000 انت هدمت 10 بيوت هم هدموا 100 بيت انت هدمت 100 بيت هم هدموا 1000 بيت انت هدمت حي هم حزفوا 10 احياء من على الخريط انت هجرت خمس مش عارف ايه هجرت مليون هم هجروا 2 مليون طب هم بيردوا لك الصعصين كيف انت انتسرت انا مش عارف يعني دا حاجة غريبة دي اناس عايشة في الوهم وفي الاحلاء وهي حرر فلسطين حرر يعم قدامك فلسطين هاي توقع الله حررها توقع الله حررها يلا توقع الله اما نشوف مش عارف متة يحرروها متة يحرروا فلسطين احنا مش عارفين الله ورسوله واعلق هل بيجي يوم يحرروها والله نتمنى مسي بالشكل ده يعني بالشكل ده لو هتتحرر هتتحرر بالهجرة العكسية أكتر مما هتتحرر بالشكل ده يعني كانت فترة سيئة أسوأ الفترات فترة سيئة سيئة جدا فترة سيئة يا حرق كش يومكم جميع فترة سيئة من أسوأ الفترات فترة كابوس إحنا في كابوس يعني حرفيا إحنا في كابوس حرفيا إحنا في كابوس بهذا الشكل يعني حتى الفترة اللي كنا فيها الفترة الفترة بتاعت الحرب الاهلية السورية كانت نفس النظام كده كانت فترة قلعا من الفترة دي الحرب الاهلية السورية برضو كانت فترة قلعا من الفترة دي كده بس دي كانت امتدت سنين ومعاناة والناس هاجرت برا البلد ما تفهم يلا ما عليش